الختام رأينا على الأكتاف للدين أبهى مسار قد خط كيسو العطاء ملامحه على الجسد النحيل الجليل الوقار ومنه تلمسنا ضوء الطريق فكان العزم خلفك عزما وقرار كلمة دكتور محمد عباس نيازي من الهند ويطفض المنجور مصحوبا بذكر محمد وآل بيت محمد 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 عباس نيازي أعجون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعجون أعجون أعطي من قبل المشكلة للتعرض من جميع المشكلة من جميع الهدفة من جميع الهدفة ما أن نحن مجدد من جميع الهدفة المشكلة لأنني هنا في صندوق المساعدة الذي أعطيته لتساعدة الإسلام دين المحمدي و أنا أصدقائي من الإنديا الإنديا هو مدرسة مدرسة لين 200 مليون موسلمين ومن تلك 200 مليون أعطيته مدرسة لين 200 مليون موسلمين أعطيته لإمام حسين أسلام أكثر من أشياء أعطيته لأنه حجموين الدين ششتيا جمعي أعطيته 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 شايعق ششتيا طريقه has said in his verses the shahast Hussain he says that Hussain is king and Hussain is the king of kings deenast Hussain deenpanast Hussain Hussain is Hussain is deen Hussain is Islam and Hussain is one who sheltered Islam these are the verses of Haja Muinuddin Chishti and last verses he says that he did not give his hand to the hand his hand to the hand of the Yazid but he gave his head and therefore he says that La Allah the basis of the foundation of La Allah is Hussain so this is the land India is the land where Sufi important people is the name of Hussain is the name of Hussain is the name of Hussain وهو الذي حمل الإسلام وفي إحدى الأشعار لأحد الصوفي المعروفين يقول بأن الحسين لم يعطي بيده إلى يزيد وإنما أعطى رأسه بدلا من ذلك وقال أيضا بأنه موجد لا إله إلا الله فالحسين حمدين يقول آخروا من الزلعين من الزلعين من الزلعين فالحسين بالنسبة المعروفين قلقنا عليه وسلم قلقنا عليه وسلم قلقنا عليه وسلم لأنه حسين بن علی جان اولیاء لأنه حسين بن علي هو المنزل من جميع أولياء وفي الثلاثة يقول دارت نياز حشر خود امید با حسين يعني يقول أنه يتوقف أنه يتوقف بأنه يتوقف سيكون بالنزل من حضرت امام حسين يعني دارت نياز حشر خود امید با حسين با اولياء حشر محبان اولياء لأن كل محبان اولياء حرام سيكون بالنزل من حسين لذلك أنا خلال من ذلك وحب أن أشعر بكم بأن عزمان مدينة الملحين دعون دعون محرم معلومات وعطاء وعندما يتوقف هناك مجز تشاهدة عمل إلي ؟ وهم يحبون يحبون القزير they take out Alam and they take out the procession of Muharnam with all Sunni people. They are all Sunni people. And all Sunnahs, they mourn Muharnam with great spirit. So, I just want to tell you that Imam Hussain is not of any particular منطقة particular religion or particular Yasir the very humanity because he saved humanity when the humanity was going to die and therefore all people all over the world reward and respect Imam Hussain as the savior of humanity and therefore you see that Imam Hussain is regarded and respected all over the world without any regard except a few means a few secta people who are coming from that dynasty only who killed who matired Imam Hussain otherwise all Muslims by their heart love and respect Imam Hussain because we believe that an aliyah kharam a vali cannot be a vali without without approaching Imam Hussain because if he doesn't approach Imam Hussain he will not be able to approach Imam Ali and unless he goes there he will not get anything from Rasulullah because we believe that the choose of iman the very core of iman is the love of aliyah can I translate that? كذلك كان هناك شعر آخر لأحد الشيوخ فيقول أنبسك بحبل الحسين لأن الحسين ابن علي وفي آخر أشعاره يقول والتي أود أن أشارككم بها أن هناك الملايين من المسلمين في محرم وهناك مناسبات كثيرة في الهند ومجالس وتوزيع الطعام وكذلك توزيع المشروبات والكثير من الأشياء من مختلف الأصناف والناس يجتمعون في محرم وينعون الإمام بألم والكثير من أهل السنة يحيون هذه الشعائر ويجتمعون في محرم فالحسين عليه السلام لا يعود لفرقة معينة أو دين معين أو فئة معينة فالإمام الحسين يعود للإنسانية يجمعها وإلا فبدون الحسين تموت الإنسانية والحسين هو هادي وهو المعروف لمختلف طوائف المجتمعات الإنسانية باستثافئة قليلة التي تعاد الحسين ولا يمكن للمسلم من أن يكون وليا إلا بأن يقبل ويحب الحسين لأنه يحب علي وبالتالي فإنه يحب الرسول وأساس الإيمان هو محبة آل البيت نحن نفس الوحسين نحن لا يمكن للمسلم من أن يكونوا في الشعائر ومع المجتمعات الإنسانية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أقول عن الإمام زين العابين عليه السلام المترجم للقناة المترجم للقناة وتصوروا أن بعد خمسة وثلاثين عاما من هذه المصاعب لم يحمل الإمام السجاد يده ضد أحد فهذا درس للبشرية جمعا بأن السلام لا يمكن أن يكون من خلال العنف المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة جعفري سياد وقد قلت هذه السلام سوف أقوم بسرطة سوف أقوم بسرطة سوف أقوم بسرطة سروري كونين کی آنکھون کا تارا هن حسين 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 هو سروري كونين کی آنکھون کا تارا هن حسين حسين هو سروري كونين صلی اللہ علیہ وسلم ساقی تصنیم قوسر کا دلارا هن حسين ساقی تصنیم قوسر مولا علی مشکل کشا لابن حضرت مولا علی مشکل کشا السلام پیکرو صبر و قنات السلام وجه تکمیل شفاعت سلام جوهد امام حسين سلام سلام من قبل والده سلام و اود ان اقول في بيتين شعريان سلام للامام حسين و هذان البيتين نغمتا من قبل والدتي و ساقراها بصوت عالي المعنى فيها أن الحسين هو سفير لجميع القلوب المكسورة إنه عين رسول الله وأشكركم جميعا